يوم جديد يفيض بالخير والمسرات إن شاء الله تحيا به الأرواح والقلوب ومع إشراقتي هذا الصباح الموافقة السابع والعشرين من شهر مارس لعام 2022 نبدأ بأبرز ما جاء من خطوط عريضة على طبعات هذا اليوم الأحد فقد طالعتنا صحيفة الأيام بما يلي هنأ خالد بن حمد بنجاح بطولة أقوى رجل خليجي الملك أيده الله البحرين وجهة رئيسية للأحداث الرياضية وإلى صحيفة الوطن والتي نشرت ناصر بن حمد بحث تعزيز التعاون العسكري والدفاعي مع باكستان الجوازات حساب خاص لتقديم خدمات الإقامة والالتحاق للشركات من الخارج ومع صحيفة أخبار الخليج والتي لفتت على صدر صبحتها الأولى خالد بن عبدالله يدشن أحدث الخدمات المتطورة بمرفأ الدور إشادة دولية بنجاح مملكة البحرين في مكافحة غسيل الأموال أما صحيفة البلاد والتي عنونت الخارجية هجمات الحوثي تستهدف الاقتصاد العالمي مدير مشاريع النقل بالمواصلات هيكل جديد لمنظومة النقل الجماعي نشر الصحيفة الأيام أنه من المؤمل أن يعقد اجتماع مشترك بين الحكومة والنواب عصر اليوم الأحد وقال مصدر أن الاجتماع من المؤمل أن يحسم النقاط الخلافية بغية الوصول إلى توافقات حول مشروع قانون التقاعد الجديد نقرأ من صحيفة الأيام أن الشيخ شام بن عبد الرحمن الخليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة أطلق حسابا خاصا للشركات الكبرى المتواجدة خارج مملكة البحرين التي يعمل بها ما يفوق الخمسون موظفا من المقيمين في مملكة البحرين حيث سيوفر هذا الحساب إمكانية تقديم طلبات الإقامة والالتحاق في مملكة البحرين وفق الشروط والأنظمة الخاصة بهذه الخدمة لفت الصحيفة الأيام أن المجلس الأعلى للبيئة أعلن أن الأول من شهر إبريل المقبل سيكون موعدا لدخول برنامج التعاون الفني في مجال المطابقة على المنتجات البلاستيكية القابلة للتحلل مع الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حيز التنفيذ أشار صحيفة الوطن إلى أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل أحميدان أكد على وجود آليات رقابة مقررة ومحددة لترخيص مكاتب العملة المنزلية لدى الهيئة وفقا لقانون سوق العمل وأضاف الوزير أنه يمكن استخدام أي جنسية كعملة منزلية متى ما توافرت شروط منح التصريح والموافقة من الجهات المعنية في مملكة البحرين نقرأ من الصفحة الاقتصادية لصحيفة الوطن أنه تحت رعاية معالي الشيخ سلمان بن خليفة الخليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني تستضيف بورصة البحرين المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية والذي يقام هذا العام عن بعد تحت عنوان المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية البحرين 2022 وذلك في يومي 29 وحتى 30 من شهر مارس الجاري كتب الكاتب فيصل الشيخ مقالا في صحيفة الوطن والذي إجاء بعنوان ملك البحرين والشباب فإلى هذا المقبل الملك حمد قائد سيرة مطرزة بإنجازات عديدة بدأها منذ كان شابا في مثل سن هؤلاء الشباب والشابات الذين يحضون بدعم جلالته بدأ صناعة التغيير وتحقيق التطوير منذ صغره ولذلك سيرته تمثل نموذجا مثاليا راقيا لكل شاب الملك حمد أسس أقوى منظومة تحظى بها بلادنا وأعني بها هنا قوة رفاع البحرين التي تحمي هذا الوطن وأهله أسسها الملك حمد وهو شاب في مقتبل العمر حينما كان وليا للعهد نعم أسسها بيديه وبعزمه وعبر رؤيته المستقبلية سمو الشيخ ناصر بن حمد يسير على نفس النهج وتحول لأيقونة شبابية وقائد لمسيرة ممتدة طوال عقود لدعم الشباب البحريني وتمكينهم وعلى نفس النهج يسير سمو الشيخ خالد بن حمد الذي يمضي بنجاح في إدارة المنظومة الرياضية في البحرين بما يدعم شبابها ويطورهم تخصيص يوم للشباب ومعالم في الوطن ترمز لهم وتقدرهم وزيادة عدد المشاريع والفعاليات والبرامج التي تحتضنهم وتطور من قدراتهم وكفاءاتهم كلها أمور تأتي في إطار حرص القيادة على الاستثمار في الشباب باعتبارهم هم عماد المستقبل نطالع من صحيفة أخبار الخليج أن معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله الخليفة رئيس المجلس العالي للصحة أكد أن البرنامج الوطني لتطوير الرعاية الصحية صحة يسعى لتطبيق برنامج الضمان الصحي والذي سيؤمن خدمات صحية متميزة لجميع المواطنين والمقيمين مشددا بأن هذه الخدمات ستكون بالمجان للمواطنين وستشمل على جميع الخدمات الصحية ذكر مصدر لصحيفة أخبار الخليج بأن وزارة العمل وتنمية الاجتماعية رصدت عبر وسائل التواصل الاجتماعي حملات بشأن طلبات جمع المال لصالح أوكرانيا مؤكدة أنه حتى الآن لم يتم منح أي ترخيص لجمع المال لصالح أي من الأطراف ذات العلاقة بالنزاع القائم بين روسيا وأوكرانيا واتهيب الوزارة بالجميع توخي الحذر من تداول مثل هذه الأخبار أو الاستجابة لها نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني اختتمت سوق المزارعين البحرينين في نسخته التاسعة بحديقة لبديع النباتية يوم أمس السبت وذلك بالشراكة مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي وشهد السوق مشاركة سبع وثلاثين مزارعا وأربعة شركات زراعية وحضورا جماهيريا تجاوز ستون ألف شخص على مدار الأشهر الثلاثة الماضية أكد مدير إدارة مشاريع النقل والمواصلات في وزارة المواصلات والاتصالات أحسين يعقوب في ندوة نظمتها صحيفة البلاد أكد العمل على استراتيجية متكاملة لمخطط هيكلي متكامل متعلق بأنظمة النقل الجماعي وفيما يتعلق بالشاحنات الثقيلة أوضح يعقوب بأن الوزارة وبالتنسيق مع الجهات الأخرى قامت بإنشاء ساحة لإيواء الشاحنات الثقيلة لفت الصحيفة البلاد أن هالة سليمان مدير المكتب التنفيذي للخطة الوطنية لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنة بحريننا أكدت خلال استضافتها في برنامج الأمن الإذاعي على ضرورة تعزيز دور المواطن وترسيخ قيم المواطنة في العالم الافتراضي وعبر المنصات الرقمية وإلى فن الكركاتير إلى هنا مشاهدنا نكون قد وصلنا إلى ختام البرنامج لهذا اليوم ولمزيد من الأخبار والمستجدات بالإمكان متابعة القنوات التفاعلية لمركز الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة كما بالإمكان متابعة باقة برامج إذاعة وتلفزيون البحرين والبث المباشر أبرى تطبيق بحرين لايف وموقع بحرين دوت بي ات شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة